السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع الشرح الجديد على هذا الفيديو سوف نشرح كيفية تنزيل وتثبيت نظام الويندوز 8 انطلاقا من موقع مايكروسوفت هذا هو الموقع الرسمي www.microsoft.com هذا هو الموقع سنقوم بتحميل ويندوز 8 لا تحملها إلا من طرف هذا الموقع برساق قانونية ورسمية ومقرصانة ويمكن أن تنزيلها مباشرة من هذا الموقع إذا كيف ذلك سنختار هذا الإجزار هنا ويندوز 8 بصرات هذا هو أفضل خيار وأفضل ويندوز ثم نضغط على تأكيد من هنا اختيار اللغة العربية أو أي لغة أخرى تفضلها بالنسبة لك يعني العربية هي متوفرة ثم تأكيد أو تختار أي لغة أخرى ثم تأكيد بعدها سيقول لك هل تريد أن تختار نسخة الـ 64 أو 32 يعني لك الاختيار في ذلك يعني هل سنقوم باختيار نسخة الـ 64 بيت ستلاحظون أنه سيبدأ تنزيلها مباشرة يعني بدون برنامج أو غير ذلك يعني وحجمه أربعة جيجابايت كذلك سوف نحتاج إلى برنامج ريفيس يعني الذي ينسح الأقراص ينسح ليندوز على الفلاشة هذا برنامج ريفيس بإمكانك تنزيله من موقعها الرسمي سأترك لكم مرابب التحميل في صندوق نصف يعني يكون تنزيلها يعني حجمها بسيط سيقوم بتنزيلها بدواني يعني بنعمل ويندوز قد يستغرق معك بزع دقائق بعدها تأتي هنا إلى برنامج ريفيس تقوم بفتحه وتقوم هنا باختيار الفلاشة الـ ESP يعني على الأقل يجب أن تكون 8 جيجابا بعدها هنا تقوم باختيار نسخة الويندوز أين الماكة التي وضعتها فيه أو التي حملتها من الموقع مايكروسوفت هذا وإذن وضعته هنا سأختار ثم نتقضير بزع دقائق ثم ستأتي إلى الـ Partition هنا وإما تختار الـ NPR أو GPT في الحاوة السابقة القادمة يجب أن تأكد أولا تأتي هنا عند خانة البحث ثم تقوم بكتابة الـ Disk تأتي هنا عند إدارة محرك الأقلاص ثم بعدها يفتح معك على هذه النفيدة ثم تأتي إلى الـ Hard Disk الخاص بك هنا وتقوم بالضغط بيم الفأرة ثم الـ Property بعدها تأتي هنا إلى الـ Volume وهنا تتأكد من الـ Partition هنا لاحظ هنا على الـ GPT أما ألا سأقوم بالتثبيت على نظام NPR لأن حسوبي يعمل بنظام NPR سأتركها هكذا ثم أضغط على Start في الأسفل ضغط على OK سيحدث جميع ملفات في هذه الخطوة يجب أن تتأكد من الملفات التي على الـ USB تقوم بنقلها إلى مكان آخر حتى لا يقوم بحتفها هنا في هذه الخطوة بعدها نقوم بإدخال Flash على الكمبيوتر ونقوم بإشعال الكمبيوتر وبعدها مباشرة نقوم بالـ Boot من Flash بالضغط على F12 أو F9 أو F3 على حسب كل الكمبيوتر فأما هنا لدي البوت على F بالضغط على F12 لاحظ هنا F12 يخرج لك هذا الجدول هنا أو هذه النفذة تقوم بالإقلاع من Flash الـ USB في الأول لاحظه هنا تقوم بالضغط على Enter تقوم بالضغط على أي زر بعدها سننتظر هنا كانك اختيار اللغة هنا عندها تنزيل يعني الاختيار يعملت أخرى يجب فقط على الإعداد الخاصة بالوقت والـ Keyboard ثم تضغط على Next هنا تقوم بالضغط التوقيت تضغط على تثبيت الآن فيظهر لك هنا خيارين من الـ Windows يعني Windows Pro و Windows عادي فأنا سنقوم بالاختيار الأول الذي هو Windows Pro وبعدها تقوم بالضغط على Next ثم تختار هنا Accept ثم Next نقوم باختيار الخيار الثاني يعني هنا هنا وهنا الذي كان بماعة الأقلاس للـ Partition التي فيها الـ Windows القادم وهنا أن تقوم بـ Formatته اختار وضغط على فرمات كيف ستعرفه؟ تعرفه من حل المساحة وغالبا سيكون مكتوب أمامه Primary هذا من القرص الذي به الـ Windows القادم يجب أن نتأكد من فرماتاته ثم نقوم بتثبيت نظام Windows 8 سوف يشرف تثبيت نظام Windows 8 فاصل وعد على الحاسوب الخاص بك يعني أثناء أهل العملية سأخبركم مجموعة معلومات أن شركة Microsoft في بداية العام مرفع على الدعم عن Windows 8 لكنه ما زال تلقى بعض التحديدات وما زال صالح للعمل بالنسبة للدريبالات فهي متوفرة ليس فيها مشكلة بالنسبة للأمان فهو آمن يعني بإمكانك برامي الحماية ستكون آمنة جدا على النظام لبعض يفضله ولكن ليس أفضل نسخة من نسخة الويندوز يبقى الويندوز السبعة هو أفضل نسخة واحد أفضل نسخة الويندوز في السوقات الحاسوب بتشغيل هنا بعد نهاية التثبيت ستأتي كمراحل من إعادة تشغيل الكمبيوتر ستقوم بكتابة هنا يعني إذا كان لديك لسردك المفتاح فالشركة Microsoft جعلت الأمر سهل بإمكانك عمل مفتاح لاحقا تضغط على Skype وتخطي ثم بعدها يقوم عن النظام الخاص بك يعني الأمر سهل جدا ثم هنا ستسمي الحاسوب الخاص بك يعني لك الاحتيار في ذلك بسمه مستخدم بمعنى الويندوزر نيم ثم بتذكره ثم نضغط على ناكست ثم هنا سيبدأ في اكتشاف الشبكات الموجودة لدارة الاتصال خاصة بالويفا ننصعك بذلك أضغط على تخطي لكي لا تضغطي العملية ثم أختار هنا اليوزر إكسبرس يعني إذا ضغطت على سيعدك إعدادات كثيرة لضبطها يضغط هنا سيكون شكل يعني هنا تقبي يغلق هذه الخيارات هنا ثم تضغط على ناكست يعني هذه الخيارات هنا مثلا سمارت سكرين يعني الخاصة لتمنع تعاقبك على المواقع يعني والذين يريدون أن تفعل أو يعني تعطل هذه الأشياء يجب أن تكون لك معرفة بها قبل أن تعطل أو تفعل أي شيء إذ أفضل دائما أنك استعمل الإعدادات الإفتراضية التي تأتي مع الويندوز بعدها عندما يقل الويندوز بإمكانك يعني يضبط الأمور بنفسك هنا سوف تدخل اليوزر نيم الأخرى يجب أن يكون مختلفا على اليوزر نيم الأول الذي أدخلته هذا الأمر خاص هنا يعني فقط في ويندوز 8 ثم الباسورد ثم توعيد كتابة الباسورد والذي سيمنا أي شخص من الدخول إلى الويندوز يعني وإذا قمت بالنسية للباسورد سأدخلكم رابط فيديوهات كيف تتخطر الباسورد يعني بدون فرمات لكمبيوترك ومسح ملفاتك ننتظر بعض دقائق هنا حتى تنتهي العملية ثم عندما تنتهي العملية سوف يبدأ في مرحلة الإقلاع مرحلة الإقلاع هي هذه كما سوف تلاحظون والتي ستأخذ منها كذلك بعض الوقت وسوف ننتظر وأقوم بتصريع الفيديو لكي لا أطلع عليكم فهذه هي هنا واجهات الويندوز 8.1 التي قمنا بتثبيتها الآن فأما الآن تبقى لك الخطوة التالية وهي في حال قيامك بفورمات للكمبيوتر فإنك لن تجد الصوت ولن تجد إشارة الويفي ولن تجد عدة تعارف أخرى ولن استرجاع هذه التعارف بعد الفورمات نذهب إلى موقع ونقوم بتحميل هنا من صفحة التحميل سأترك لكم رابط تحميل البرنامج في صندوق الوصف ثم نقوم بتحميل هذا البرنامج فهو يحتوي على 20 ميجا بايت فقط حيث أن هذا البرنامج أو هذا الذي يقوم باسترجاع لنا التعارف بعد قيام بفورمات للكمبيوتر نقوم بتحميله هنا بعد انتهاء من التحميل نقوم بتثبيت نقوم باختيار اللغة نقوم باختيار اللغة العربية ثم تلك الاختيار في اختيار لغتك ثم نضغط على تثبيت حيث هنا إخواني مع هذا البرنامج يأتي به برامج مثلا لبرنامج جنازة ملفات الضارة من الويندوز فنحن لا نريد هذه البرنامج هنقوم بالضغط على نو تنكس يعني لا نريد ثم نضغط على نكست وبهذا يقوم البرنامج بالتثبيت أو يقوم الويندوز بالتثبيت هذا البرنامج حيث هذا البرنامج كما قلنا إخواني هو يسترجاع جميع التعارف الخاصة بالكمبيوتر مثل بطاقة الصوت بطاقة الشاشة بطاقة الوي فاي نقوم هنا بالضغط على نو تنكس يعني لا نريد وبعدها البرنامج بعد انتهاء من تثبيت نضغط على فيقوم بسكان للتعارف غير موجودة على الكمبيوتر اما انا اخواني هنا في هذه الحالة فقد قمت بتثبيت تعارف فتظهر لنا إبضات فقط يعني تحديد تعارف فاما انت اذا كنت لم تثبيت تعارف من قبل ستظهر لك التعارف غير مثبت على الكمبيوتر مثلا نحن هنا لدينا تعارف الصوت او عدة تعارف هنا مثلا هذه مثبتة قد ثبتتها من قبل فاما انت تخرج لك غير مثبتة مثلا هنا تعارف صوت فيديو انت جيم هذا التعارف غير مثبت على الكمبيوتر فانا هنا اقوم بابديت يعني تحديد هذا التعارف بعد البرنامج اخواني استرجع كل التعارف غير موجود على الكمبيوتر يقوم بالتحميل بنفسه من الموقع من الموقعي الخاص وبعدها تحميل من الموقع فهو يقوم بتثبيت التعارف بنفسه اوتوماتيكيا نتحاضر هنا حتى يتم تحميل هذا التعارف فهو يسترجع بطاقة الشاشة بطاقة الصوت وبطاقة وكل شيء للتعارف خاصة بالكمبيوتر ويقوم كذلك اخواني بتحميلها وتستطيع ان تضغطه هنا على اوتوماتيكا يعني بعد انتهام التحميل يقوم باعات تشغيل نفسه بنفسه يعني لك الخيار في ذلك وبهذا اخواني قد نكون قد ترجعنا جميع التعارف خاصة بالكمبيوتر عبر هذا البرنامج ولا تنسوا اخواني الاشتراك ودعم القناة والسلام عليكم